هنتكلم النهاردة عن فنان قدم أدوار الشر بكل احترافية وكان يمتلك موهبة فنية كبيرة وهو الفنان الكبير الراحل مجدي وهبة ومجدي وهبة اسمه بالكامل مجدي متولي وهبة محمد وهو من موليد بني سويف في صعيد مصر في يوم 20 سبتمبر في عام 1944 ومنذ سن الطفولة وهو بيحب الفن والتمثيل وحب انه ينمي موهبة الفنية فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكاليريوس وبعدها التحق بكلية الأداب وحصل على ليسانس الأداب واتخرج من الكلية في عام 1968 وكان في بداية حياته بيعشق رياضة الملاكمة ولكن أستاذ المخرج نبيل الألفي طلب منه أن يوجه طاقته للفن فقط وبالفعل تخلى عن الرياضة ووجه كل اهتمامه للفن ولكن كان بيعاني في الفترة دي من قلة الأدوار وكان بيتمنى أنه يلاقي دور مناسب له وكان بيفكر أنه يسافر خارج البلاد ليعمل في مجال التدريس وده بعد يأسه من العصور على فرصة في مجال التمثيل وده لشدة الظروف اللي كانت بتعاني منها البلاد في الوقت ده وكان حينها عقب نكسة عام 1967 ولكن يشاء القدر أن تلعب الصدفة دور كبير في حياته وده بعد أن لمحه المخرج نور الدمرداش وهو بيزور صديق له ولكن وقتها المخرج نور الدمرداش كان بيتدور على وجهك دي وده علشان يشارك في بطولة مسلسل البقية تأتي وبالفعل منحه الدور وأدى دوره على أكمل وجه والمسلسل ده لاقى نجاحا جماهريا كبيرا والمخرج أشرف فهمي أعجب بتمثيله وأداؤه وراهن عليه أنه يمثل دور الزابط المتعاطف مع المسجونين في فيلم ليل وقطبان واللي تم إنتاجه في عام 1973 والفيلم ده كان من بطولة الفنان محمود مرسي ومحمود ياسين والفنانة سميرة أحمد وبالفعل قدم دوره بكل اقتدار ونال شهادة تأدير عن الفيلم وكان دايماً بيصف الفنان الراحل رشدي أبازة بأنه صاحب الفضل عليه في حبه للتمثيل ولأن الفنان رشدي أبازة قدم له الدعم في بدايته الفنية ونصح وقال له إياك والغرور فهو بداية النهاية وأكد أن إرشاداته ونصيحه لي كانت أكبر دعم له وكان يعتبر الفنان محمود المليجي وتوفيق الدئن ورشدي أبازة أساتذته في التمثيل وأشار مجدي وهبة أنه بدأ التمثيل في المرحلة الابتدائية والإعدادية وأنه بيعتز بجميع أفلامه اللي قدمها مع ده فيلم واحد فقط وبيعتبر الفيلم ده أسوأ فيلم في تاريخه الفني وهو فيلم ألف حامين واللي كان بيشاركه في بطلطق الفنان كمال الشناوي وصفية العمري واللي تم إنتاجه في عام 1987 ووصف إن الفيلم ده فيلم رضيء وسيء ولو رجع به الزمن عمره مكان يكرر التجربة ومن أبرز الأدوار اللي قدمها ونالت نجاحا جماهريا كبيرا دوره في فيلم أنا المجنون وفيلم علي بيه مظهر وأبناء وقتلة وفيلم من خاف سلم واللي تم إنتاجه في عام 1987 وده حدث الفنان مجدي وهبة في أحد اللقاءات التلفزيونية عن حبه لوالدته وقال مجدي وهبة إن والده توفى وهو يبلغ من العمر شهرين بس وعاش حياته هو وأخواته مع والدته وهي كانت وقتها في عز شبابها ورفضت إنها تتجوز وعاشت علشان تربيهم رغم إنها كانت في الوقت ده تبلغ من العمر 33 سنة بس وكان عمره ما خرج وراح الشغل إلا ما كان بيبوس راس والدته وإدها وكان بيؤكد دايما إن والدته هي رمز الأمان والحنان بالنسبة له وقال خلال اللقاء إنه بيتمنى يقدم عمل يعبر عن تضحياته عظمة الأم ومن شدة حبه لولدته كان بيدعي إن ربنا ياخد من عمره يديها وبالفعل ربنا تقبل دعاءه وهو مات قبل والدته وولدته حضرت جنسته وتزوج الفنان مجدي وهبة من إحدى قريبات ملكة مصر السابقة الملكة نريمان وأنجب خلال زواجه منها ابنة وحيدة وهي ابنته منال وفي منتصف فترة التمانينات تم القبض على الفنان مجدي وهبة متلبسا بحيازة المخدرات وانتهت القضية ببراءته بعد حبس المدة سبعين يوم وتحدثت ابنته منال في أحد اللقاءات التلفزيونية عن قضية والدها وقالت إن قضية مجدي وهبة كانت قضية ملفقة ودل إنه في الوقت ده كان على خلاف مع شخصية سياسية مرموقة فلفق لي قضية المخدرات علشان ينتئم منه وأشارت إن القضاء حكم بالبراءة لإن جميع الدلائل كانت بتدل على إن مجدي وهبة لم يتاجر في المخدرات ولم يتعطاها وتحدثت منال عن جدها والد الفنان مجدي وهبة وقالت إنه كان دكتور أمراض صدرية وتوفى وهو عمره 35 سنة وكان دايماً الفنان مجدي وهبة بيقول إنه هيتوفى صغير زي والده وحكت منال إن والدها اشترى سيارة نقل الموتى لخدمة الحي اللي هو كان ساكن فيه ويشاء القدر إنه يتوفى ويتم نقله أول فرد في السيارة اللي اتبرع بيها وأكدت إن والدها الفنان مجدي وهبة كان حريص على الصلاة وقراءة القرآن وكان بيعتمر باستمرار وإن كل الأخبار اللي أشيعت عنه في الفترة الأخيرة من حياته كانت كلها أخبار كاذبة وأشرت ابنته أن الفنان عاد الإمام تأثر تأثير كبير بوفاة الفنان مجدي وهبة ودال إنه توفى بعد عرض فيلم حنف الأبهة بعدات أشهر ودال إن عاد الإمام قال لمجدي وهبة جملة شهيرة في الفيلم وهي جملة انت ميت ميت يا خيري وقالت إن عاد الإمام كان بيتكلم عن المشهد في لقاء تلفزيوني وهو يبكي وكان الفنان مجدي وهبة في السنوات الأخيرة قبل رحيله بيعاني من عدة مشاكل في القل وتحدثت فريدة الأخت الكبرى للفنان مجدي وهبة عن قصة مرضه في أحد اللقاءات الصحفية وقالت إن أخوها تعرض لظلم كبير وشديد من الصحافة ووسائل الإعلام بسبب الشائعات الكبيرة اللي كانت غير صحيحة فهو كان مريض بالقلب والأمر ده لم يعلمه حتى أقرب الناس إليه وكان بيخاف من بعد المنتجين والمخرجين عنه لو عرفوا إنه مريض ودل إن أدواره كلها كانت بتعتمد على الحركة وفي يوم أربع من شهر فبراير من عام 1990 وأثناء تواجد الفنان مجدي وهبة بمدينة الغردقة واللي كان موجود فيها علشان يحضر حفل زفاف الفنانة شريهة تعرض إلى أزمة قلبية مفاجئة وهبوط في القلب أدت إلى وفاته في الحال وتوفى عن عمر 46 سنة ورحل الفنان مجدي وهبة بعد أن أسر الساحة الفنية بالعديد من الأعمال المميزة وبعد رحلة حياة مليئة بالمعاناة والكفاح والألم رحم الله الفنان مجدي وهبة رحمة واسعة ورحم جميع موتنا وموت المسلمين وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر